انا شايف ان الزمالك من دلوقتي اقارى بفترة التوقف لازم يشوف مدرب وانا قلتها لك من من الاسبوع اللي قبل اللي فات مدرب مش عايش الجو مع الزمالك ما بقراش خصومه بشكل كويس جدا دايما التشكيل في تأليف مش عايز اكرر الكلام لكن اخطأه كتير جدا تصرحاته لا تمت للواقع بالصلة واخرها في المؤتمر الصحفي مبارح هنتكلم ونشرح بالصوت والصورة دلوقتي بس في جملة مشهورة جدا يقولك مؤسولي دا لو معا لعيبة اكتر شوية او القوام مكتمل اكتر ممكن يديك صورة عظيمة عشان راجل بيفكر وبيشتغل وبيكتهد يعني خلينا نتفق انا مش مع الجزئية دي زمالك السكواد بتاعه كويس اه محتاج 3-4 عناصر كويسين لكن السكواد دا كويس جدا لكن في نفس الوقت انا هتفق معاك ان العناصر اللي معا مش احسن حاجة في الدنيا طيب انت العناصر معاك مش احسن حاجة في الدنيا يبقى لازم تغير طريقة فكرك وطريقة التاكتك في الملعب دا مش وقت لو هتفق معاك في الكلام دا ان الكواليت بتاعي للعيبة مش احسن حاجة يبقى انا مش وقت ان انا غير طريقة مش وقت ان انا عب بتلاتة تلاتة تلاتة واحد مش وقت التغييرات اللي بيعملها بالطريقة دا اتعمل مباراة عظيمة جدا ودام سموحة انا بس اخد الطرف التاني بالزبط انا هنتكلم عن دا برضو مباراة سموحة انا شايف ان الزمالك كسب لسببين اول سبب وكنت معاك وقلت الكلام دا محمد اشرة فروقة فرق كبير جدا لما العب باتنين دفندر او العب باتفندر واحد اللي هو دونجا دي فرق كتير جدا في التشكيل مع الهدف اللي الزمالك جابه بدري مع اهم حاجة طريقة سموحة اللي خدمت نادي الزمالك ايو انا اللي حطيت اشرة فروقة في التشكيل انا المدرب انا مفوت تحسبلي تحسبلك طب المطش اللي بعده وانتك سبت بالتشكيل ده ايه المبرر عندك اللي يخليك تقعد الزندري وتنزل محمود علاء للعلم ان محمود علاء دا تاني مطش مع اسوريو يغيره بتبقى كارثة لأي يوم دافع في العالم يتغير الطبيعي اللي بتغير رأس حربة وينزي رأس حربة مكانه هاف لكن المساج ده بتغير معناه ان انت سيء جدا دي تاني مرة تعملها فانت بتخلص على محمود علاء انت كسبان بالزناري المبرر والتالتة اضطرد والتالتة اضطرد يعني انا مكاملة مفيش مبرر ان انت تنزل محمود علاء وتقعد الزناري لان انا كسبت اصلا بالزناري طيب انت بادئ وعلى كلامك انت بدأت بمحمد اشرة فروقة طيب ايه المبرر ان انا قعد اشرة فروقة تاني واروح جايب عبدالغاني اللي اصلا مسك وحطه فوسط الملعب في حاجات كتيرة ملاش مبرر عندي سيف الدين الجزيري سيف الدين الجزيري النهاردة تسأل سوريا في المؤتمر الصحفي وتقال له بالحرف انت بتلعب في ملعب دايق ومفروض تكون عارف الكلام ده كويس جدا وعارف ان الفرقة اللي قدامك بتلعب بتكاتل دفاعي دايما في منطقة التمنتاشر تلاقي سبع او تمن لعبين من امبي فبالتالي في تكاتل دفاعي فلازم تلعب برأس حربة ده السؤال اللي تسأله من صعب هو راجل قال ان اخطأت انا لا اخطأت فانت راجل مش عايش الجيم انت راجل ما بتحضرش للفرقة للفرقة اللي هتلعبها اه انت شخصية البطل واللي قدامك هو اللي غير عليك لكن في نفس الوقت لازم تعرف نقاطك هو الضعف لازم تعرف الفرقة اللي قدامك هتلعبني ازاي وده فعلا القدري يكسب يكسب ايه بمبارات مبارح انا قنت لك عليها دي كمان ومن قبلها هتلاقي فرقة بتلعب دفاع منطقة قدام للزمالك والزمالك دايما هو اللي بتأخر بهدف دي مشكلة كبيرة جدا اما تكون فرقة بتهجمك بتنين لعيبة او تلات لعيبة سرعة فانت مشاكلك بتكرر كتير دايما بتستقبل الاهداف وانا قلت لك مش كل مرة هتسلم الجرة وده اللي حصل في مبارات امبي البنك الاهلي الزمالك اتأخر بهدف وقدر يرجع المقولين كان متأخر بهدف وقدر يرجع بكعل مقولين انت عادل معا في الاخر ارتا صدار انت بيجي فيك هدف هنا وهدفين برا عايز اقولك ان الزمالك في اخر 11 مباراة كل مباراة الزمالك بتهتزش باكه بهدف او اتنين او يمكن اكتر كمان مشكلة كبيرة جدا ماينفعش فريق بطل كل مباراة نفس المشكلة ويجي فيك الاهداف دي